السلام البنات كنت رجزكم وكلكم بخير وعلى خير اليوم سوف نقوم بالدرس الثاني هذه الملاقية وهي عبارة على غرزة ملاقية ووسط منها هذه الغرزة سهلة وانيقة وسهلة في الخدمة كما الأول سوف نتبت الخيط ونقوم بالجهة المقابلة سوف نشكل الغرزة دائرة لجهة الأسفل والإبرة تحت من الحرير وسوف نقوم بالخيط سوف نقوم بالغرزة التحت سوف نقوم بالدائرة بهذا الشكل بحيث أن الإبرة تأتي وسط من الدائرة وتجري بحالة تقوم بالخدمة نرد دائما البال لهذه الدقات التي يأتي في الجنب أنه يأتي أغرير من السيقات سوف نقوم بالطب بحالة الأسفل ونقوم بالدائرة ونقوم بالدائرة قوم بالدائرة ونقوم بالدائرة في وسط الدائرة وتجري قد تقوم بالأيد لنقوم بالغرزة بتجري نضرب الغرزة الوسطانية لا تقوم بكمشة ثانيا دائرة تحت من الخيط لنضرب الغرزة نتمنى انني وصل لكم ونشرح لكم نديجة تعرف على كيف نضرب في الجنب نعرف طريقة كيف نضرب الغرزة الوسطانية نضرب نضرب الخيط دائرة في الوسط نخرج الإبرة من وسط الدائرة نضرب خدامين بها الطريقة ملاقية سهلة وزوينة وانيقة تطلع ضغية في الخدمة ونضرب خدامة تحول ترديل تقديل التوب الطبي وها الطبي وانيقوم بسطيلة بكي لا تتكمنع اشترك واتية قماز و دائما تبت الى الطب بثنيته بحلقة تحكمه في الخدمة و تقديل حيانة على هاتف يجب أن تكون عجبتك يجب أن تضمن الخيط بغرزة يجب أن تخشيها في الخيط تسمنوا الدرس المقبل على الحركة نبدأ التدريس كل مرة ندروا درس بشكل ونتمنى أنني وصلت لكم الفكرة وعرفت أن نشرح لكم تقابونا في القناة وفعلوا الجرس وتسمنوا الجديد ديالي ونتمنى أنني شرحت ووصلت لفكرة كيفما نقول دائما شكرا على تشجيع ديالكم ودعم ديالكم وعلى تعليقات وليكم موطر لك تخلي بدي موسيقى موسيقى